ثم العبادة باعتبار تعلقها بالله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية أخص فالعبودية العامة هي العبودية القدرية العبودية القدرية الكونية وهذه تشمن جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر فجميع الخلق خاضع لله وذال له سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فمعنى يسجد أن يذل ويخضع القسم الثاني من أقسام العبودية العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع لمن آمن بالله تعالى وآمن برسله ومن أمثلتها قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون والقسم الثالث العبودية الأخص وهي عبودية الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام فإن عبوديتهم هي أخص العبودية ومن ذلك قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده